أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام واليوم تحدثنا في مقدمة الحلقة عن موضوع المحتوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واليوم ضيفنا الكريم في الأستوديو الأستاذة سائد يونس وهو صانع محتوى أيضاً مدرب في تطوير المهارات يسعد مساك ويعطيك ألف عافية أهلاً وسهلاً فيك شكراً على استضافة يعني أستاذ سائد نتحدث اليوم عن المحتوى وصانع المحتوى قبل أن نبدأ الحوار بشكل مفصل كيف بلشت رحلتك في صانع محتوى واليوم تقدم محتوى جميع على مواقع التواصل الاجتماعي يعني يمكن هي كانت بالنسبة لي بداية في صناعة المحتوى بداية طريفة يعني مختلفة عن المعتاد أنا ما بدأت بهدف صناعة المحتوى يعني البداية كانت بفترة من الفترات كنت بعدما تخرجت من الجامعة وأعملت شركة مع أحد زملائي ومرنا برحلة رياضة الأعمال بطريقة كان فيها الكثير من العقبات والصعوبات وبالأخير ما مشت الأمور مثل ما إحنا كنا مخططين فبعديها قررت أنه إذا أنا بدي أرجع أفتح شركة أو أعمل بزنس من جديد لازم أتعلم من الناس الناجحين شو هي الخلطة كيف نجح وشو الأشياء اللي ممكن بتخلي الواحد يفشل فحتى أتجنبها وهنا بلشت معي فكرة بودكاست كان اسمه ريادي من بلادي ما كان عندي أي محتوى ما كان عندي أي وجود على السوشيال ميديا هذا الحكي من أكثر من عشر سنوات يعني فبدأت أقابل في الأشخاص الناجحين رجال الأعمال رواد الأعمال عشان أتعرف على قصص نجاحهم ومن هون بدأت الرحلة يعني كان الهدف هو تجنب للفشل بحيث أنه أنا أتعرف على قصص النجاح وبدأت أنشرها على الانترنت والسوشيال ميديا والناس صارت تتحب هذا النوع من المحتوى وبعد هيك انتقلت لليوتيوب والحمد لله رب العالمين يعني كانت المنصر الأكبر على اليوتيوب أستاذ سأل اليوم بنشوف كثير من التطبيقات كثير من واقع التواصل الاجتماعي اليوم منها المحتوى السلبي والمحتوى الإيجابي اليوم كيف ندر نوظف هذا المحتوى بشكل إيجابي ونستفيد منه لأنه بنشوف أيضا على هذه التطبيقات بعض المحتوى السلبي الغير لائق ممكن يكون ويقدم للمتابع والمشاهد وللأسف هناك عدد متابعات كثير على هذا المحتوى صحيح يعني أنت أشرت لنقطة مهمة جدا الآن إحنا في عصر السوشيال ميديا ما منقدر نهرب منها هي واقع وحقيقة موجودة في كل بيت حتى مش في كل بيت في كل جيب لأي شخص معه جوال فهنا في مسؤولية كبيرة علينا وهي سلاح ذو حدين يعني السوشيال ميديا سلاح ممكن أنت تستخدمه لتطوير ذاتك للتعلم للتواصل الإيجابي مع الآخرين ممكن تستخدمه أنت عشان تضيع وقتك وتدمن عليها بطريقة تحس أنه كل يومك رايح بدون أي فائدة فهنا منرجع لفكرة الوازع الداخلي والوعي الذاتي أنا ليش دايما الهدف؟ لماذا أستخدم السوشيال ميديا؟ ليش بدي أمسك الموبايل؟ ليش بدي أدخل على إنستجرام؟ ليش بدي أدخل على اليوتيوب؟ فإذا أنا عندي هدف واضح رح أقدر أستخدمها بطريقة صحية لكن إذا ما عندي هدف رح أضيع وقتي ورح ألاقي أنه ساعات وساعات بتمروا أنا بس بعمل سكرولينج بدون أي فائدة نعم أستاذ سعد نحن اليوم نرى بأصر الرقمنا ونرى التطور الواضح في كل العالم اليوم كيف أقدر أطور من مهاراتي؟ كيف اليوم أقدر أنسجم مع هذا التطور بشكل يليق في المحتوى الرقم اللي ممكن يقدم على السوشيال ميديا؟ الموضوع الجواب سيكون لصانع المحتوى ولمستهلك المحتوى يعني إحنا كصناع محتوى بحاجة أن نطور أنفسنا بحيث نطور طريقة التواصل مع الناس يكون عندي محتوى أنا لما يكون واحد اسمه صانع محتوى لازم يكون عندك محتوى يعني هي مش بس أنه أنا بدي أنشهر ويكون عندي متابعين وفقط فدائما تطوير الذات من ناحية صانع المحتوى الرسالة المادة اللي بيقدمها الأسلوب وأيضا كيف إحنا كمستخدمين للسوشيال ميديا انطور أنفسنا يعني مثلا أنا كأب بدي أكون مطلع على أحدث التطبيقات اللي طلعت إحنا يمكن كل جيل بيتعود على تطبيقات معينة إحنا مثلا الفيسبوك وإنستجرام للأجيال الأصغر في تطبيقات ثانية فإذا أنا مش مواكب كمسؤول عن أسرة أو كإنسان عندي مسؤولية كمعلم أو كأب أو كشخص عاقل بالغ راشد لازم أنا أكون يعني عندي مسؤولياتي فهون الأمور احتفلت عن السيطرة نعم ينسى الساد بعالمنا العربي هناك أيضا أيضا محتوى سلبي وموجود على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي أجمع لكن اليوم هل يوجد هناك أخلاقيات للتعامل مع هذه التطبيقات وهذه المواقع التواصل الاجتماعي بحيث أن المستخدم ومقدم المحتوى أن يكون هناك أخلاقيات ممكن تناسب هؤلاء الأشخاص هلأ أكيد يعني الأخلاقيات إحنا بمجتمعنا العربي والإسلامي إحنا محكمين بإعاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا الحنيف على الرغم من ذلك منلاقي أنه فيه كثير تجاوزات بتصير بالسوشال ميديا وكثير أمور خارجة عن أعرافنا وخارجة عن تقاليدنا وإحنا منستهجنها أو منستغرب منها فمنرجع نحكي أنه دائما الموضوع يعود للتربية السليمة في المنزل وللوازع الداخلي والرقابة الداخلية لكل شخص لأننا لا نستطيع أن نتحكم بكل المستخدمين أنت تتكلم عن مليارات الأشخاص الذين يستخدموا المواقع السوشال ميديا فدائما الرهان الأفضل خلينا نحكي للمجتمع هو أن يراهن على توعية الفرد وذكاء الأفراد المستخدمين أيضا لموقع التواصل الاجتماعي لهم دوء كبير وذكاءهم بتمييز هذا المحتوى سلبي أو إيجابي وعدم التفاعل مع المحتوى السلبي يعني مرات تسمع أنه فلان يقدم محتوى سلبي فالناس يدافع الفضول يروحوا يتابعوا هذا المحتوى يعني على اليوتيوب مثلا أنت لو حطيت لايك أو ديس لايك في الحالتين أنت تفاعلت مع المحتوى فلا تعطي شهرة إضافية للأشخاص الذين لا يقدموا قيمة في المجتمع يعني أستاذ سعد حتى على مواقع التواصل الاجتماعي يوجد هناك أدوات كثيرة ممكن تستخدم من قبل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي منها الإعجاب وغير الإعجاب هذا الموضوع اليوم كيف هذه الدلالات ممكن وأدوات ممكن تأثر على العالم النفسي والموضوع النفسي للمستخدم يعني أنت أشرت لموضوع حساس جدا موضوع اللايك والدس لايك والرياكشن في السوشال ميديا موضوع يسبب الإدمان والناس يمكن ما بتعرف أنه اللايك ما كان موجود في الفيسبوك لما أول ما طلعه وتمت إضافة لاحقا بناء على توصيات من خصائي نفسيين عشان كان الفكرة بسيطة كيف بدنا نخلي الناس موجودين على هذه المنصة أكثر فترة ممكنة كيف بدنا نخلي يدمن استخدام الفيسبوك كيف بدنا نخلي يدمن الإنستجرام ومواقع التواصل فهون نرجع لفكرة التقدير الذاتي إذا أنا بنشر شيء ويجاني لايك بحس واو أنا في حدا قدرني بحس بالأهمية فبتلاقي الناس كل شوي إذا نشر شيء كل شوي بيطلع بيتأكد من الموبايل مين تفاعل مين عمل لايك مين عمل كومنت مع الوقت هذا بيسبب إدمان بصير الواحد بدون أي شيء كل شوي بيمسك الجوال ويتفقده شوف إيش في إيجاني نوتيفيكيشنز ولايك فهي تحفز في العقل نفس الأماكن اللي يعني إحنا يمكن حكينا عن موضوع إدمان المواد المخدرة على سكيل بسيط يعني بطريقة مشابهة لإدمان هذه المواد الخطرة لكن أنت بدل ما مادة المخدرات مباشرة تعمل مفعولها أنت بتقعد سنتين ثلاثة وانت تتدرب عشان تصير مضمن على الفيسبوك بدون ما تعرف نعم ساد ساد اليوم نتحدث عن شبابنا شبابنا في المجتمعات العربية بشكل أجمع اليوم قديش مهم على الشاب أنه يطور من ذاته نتحدث اليوم عن الإبداع والإبتكار كيف يمكن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشال ميديا بشكل نعام بموضوع الإبداع والإبتكار لعند الشباب العربي يعني حقيقة السوشال ميديا هي نعمة كبيرة موجودة علينا موجودة عنا حاليا تخيل أنت قديش تفتح لك آفاق السوشال ميديا حاليا أي شخص معه جوال واتصال بالإنترنت ممكن يوصل صوته للعالم فإحنا نشوف قصص إيجابية لأشخاص بيصلتوا الضوء على قضايا مهمة قضايتهم المجتمع قضايا بتساعد في تنمية الناس بشكل عام أو تنمية المجتمع فلما أهلا نستخدمها بطريقة إيجابية بيكون إلها مفعول فعلا قوي جدا فدائما نحكي الوعي وعي الفرد باستخدام هذه الوسائل بدك تكون واعي أنه أنا ممكن أن أجرف وأدمن عليها بدون ما أشعر حتى لو أنا واعي مرة نحن نحكي عن أشخاص كبار سواء رجال أو سيدات كبار ممكن يدمنوا بسهولة السوشال ميديا ونحن نشوفها بمجتمعاتنا حاليا فالوعي هو الأساس والهدف أدخل أنا على السوشال ميديا إيش هو هدفي صحيح سيد سائد دائما نحكي عن الاستمرارية في تقديم أي محتوى وأنت تفضلت كيف بلشت واليوم ما شاء الله بتقدم محتوى جيد كيفية من خلال تجربتك العملية اللي صارت على مواقع التواصل الاجتماعي موضوع الاستمرارية ووجد محتوى بشكل مستمر بكل الفترات وكل الأحداث الاستمرارية مهمة جدا واللعبة الحقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي هي الاستمرارية ممكن واحد ينشر فيديو معين أو ينشر شيء معين وينشهر فجأة ممكن ينشر فيديو بالصدفة يجيب مليون عشر مليون مشاهدة وينشهر وينعرف لكن إذا ما في محتوى ويأخذ هو تقدير وقديش أنا الناس عملوا لي لايك وقديش شاهدوا الفيديو تبعي وبيقيم حاله بناء على تفاعلات الآخرين هون ما رح يقدر يستمر فالمفتاح بالاستمرارية دائما يكون عندي هدف يعني أنا من البداية هدفي كان بالسوشال ميديا وباليوتيوب تحديدا أنا بحب أشارك ما أتعلمه أنا شخص أعشق القراءة بحب أقرأ والأشياء اللي بقرأها وبتعلمها بحب أشاركها مع الناس فالآن لما أنشر فيديو ممكن يجيب مليون مشاهدة ممكن يجيب عشر ألاف ممكن خمس ألاف ممكن مئة ألف ما بربط تقديري لنفسي بالأرقام فلذلك بقدر أنا أكون مستمر هاي رقم واحد رقم اثنين أكون على تواصل مع الكميونيتي اللي بتابعني مع المتابعين أسألهم شو أبرز المشاكل اللي بتواجهوها شو أكثر تحدي بواجهك شو أهم ثلاث أشياء ثلاث مواضيع أنت مهتم فيها حاليا أسمع من الناس وأحاول أخلي المحتوي يتأقلم مع احتياجات الناس ولكن لا أتحول إلى شخص مثل ما كثير من نشوف ببعض الوسائط أنه يتحول لإنسان فقط ينفذ ما يطلبه المتابعين هو يتأثر بما يطلبه المتابعين هنا يصبح هنا في فرق بين المؤثر والمتأثر ربست سعد من خلال مجال السوشال ميديا وخبرتك واليوم تجربتك بهذا المجال ماذا تقول الشباب العربي اليوم أي شخص عنده محتوى إيجابي كيف يمكن يقدمه كيف يمكن يبلش من خلال التجربة التي مرت فيها يعني أهم شيء ما نحبط عندما لا تكون المشاهدات على قدر المأمول وما يكون في تفاعل وما يكون في لايكات أي إنسان بلش بدأ من مكان نقطة صفر فهو كان أول مشترك وأول متابع لنفسه فدائما نصيحتي للشباب أنه أنت تكون أول مشجع وأول داعم لك لما تنشر فيديو أو تشارك معلومة في البداية طبيعي أنه ما حدا قاعد يتابعك فما تحس أنه هذا يقلل من قيمتك أنت كإنسان بالعكس ولما تتطور ولما يصير في عندك نمو بعدد المتابعين لا تربط تقديرك لذاتك بكم لايك إيجاني وكم فيو إيجاني أحياناً ممكن الناس يتفاعلوا معك بشيء معين أوكي جميل تقبل التفاعل ولكن إذا ما تفاعلوا ما تحس أنه في شيء غلط فعمل الشيء اللي بتحبه إذا أنت بتحب هذا المجال وبتحب تشارك معلومات في مجال معين أو بتحب تعمل محتوى في قطاع معين استمتع بالشيء اللي بتعمله ولا تربطه بتقدير الآخرين الشهرة رح تيجي والتفاعل رح يجي لكن إذا أنت بتسعى له من البداية رح تتعب كثير و رح تكون من عقبات كثيرة ما رح تشعر بسعادة حقيقية نعم سيد سيد أيش في أكثر فيديو إليك حسن كان قريب إليك و كان له رسالة واضحة وبجزء أنت كان اختصيت بهذا الفيديو و وجاب أيضاً على المشاهدات كبير جداً يعني أيش أكثر فيديو أنت صورت و نزلت على مواقع التواصل الاجتماعي يعني يمكن أنا هنا بذكر فيديوهين يعني في واحد من الفيديوهات كان ببدايات بدايات و كانت بنتي صغيرة نور لسه يعني إلها أيام الله يسلمك و كانت الرسالة بس ما كان عندي متابعين كثير يعني كان أقل من ألف متابع مشترك عندي في قناة اليوتيوب و عنوان الفيديو أو موضوع الفيديو كان بيتحدث عن ضحايا التنمية البشرية كيف الإنسان الذي يسعى للمعلومة بيدور على معلومة من فلان ومن فلان ومن فلان بيجمع معلومات بدون ما يطبق كيف ينعكس هذا أنه حياته بتصير أسوأ لأنه أنت عندك أنت صار تعارف وين المشكلة و شو الحل بس مش قاعد بتطبق سواء مهارة معينة أو عنده عادة سلبية بده يتخلص منها فهذا الفيديو بتلك الفترة جاب تفاعل كبير جدا يعني تعدى بتلك الفترة أكثر من مئة ألف مشاهدة و الناس حبتوا و صار فيها على نقاش يعني لا التنمية البشرية أو التنمية الذاتية شيء إيجابي ليش أنت بتقول ضحايا التنمية الذاتية و كانت الرسالة فعلا أنه كل شيء حتى لو كان إيجابي أن لم نستخدمه بطريقة صحيحة رح تكون آثاره سلبية جدا على الإران الفيديو الثاني الفيديو الثاني كان له علاقة بالرد فن الرد على الآخرين يعني أنا بحكي بالثقة بالنفس والكرزما ولغة الجسد و عملت فيديو يعني كنت بهذاك اليوم كان في عندي مقابلة تلفزيونية خلصتها وبعد المقابلة مباشرة صورت الفيديو كنت منفع لأنه يجعني تعليق من أحد الأشخاص أنه كان طالب في المدرسة و أنه فيه تنمر كبير عليه من أقرانه من زملاء و أنا كثير تعطفت معه فعملت الفيديو كان بيحكي عن فن الرد الساحق كيف أنت ترد بطريقة تفحم المقابل طبعا بدون ما نأذي بدون ما نسيء و سبحان الله يعني هذا الفيديو لاقى تفاعل كبير وبناء عليه يعني حتى تم ترشيح إلى جائزة الأوسكار التعليمي و كان أفضل فيديو أكثر فيديو مهاري انتشارا على مستوى الوطن العربي في السنة التي نشرت فيها يعني ألاقى أصداء جميلة جدا و كانت الرسالة بسيطة يعني دائما إذا تطلع على الأشياء اللي بتخلينا أفضل هي نصائح بسيطة و هي معلومات بسيطة لكن دائما العبرة في التطبيق طيب يعني حكيت عنه ياك ساد أنه الاستمرارية وين ساد رايح الآن وين متجه بمواقع توصف الاجتماعي يعني الآن يمكن تناقشنا قبل المقابلة بحكي لك اليوم أنا أكثر تحفظ من أي وقت سبق من ناحية النشر يعني زمان كنت أنشر أكثر حاليا أي فيديو بدي أنشره بشعر بمسؤولية كبيرة علي لما زادوا المتابعين اللي تعدين الأربع ملايين مشترك على اليوتيوب لحاله بحس أنه أي معلومة هي مسؤولية كبيرة فلذلك أنا دقيق أكثر بالأشياء اللي بنشرها بأخذ وقتي أكثر يعني بحاول أستمتع بنشر المحتوى أكثر من فكرة أنه يلا الآن تحول اهتمامي من مجرد أنه بدنا نكبر المنصات بدنا متابعين أكثر إلى أنه بدنا نقدم دائما قيمة حقيقية للمتابعين حتى لو أنت عم بتأثر بشخص واحد بنهاية أنت عملت شيء إيجابي ولا يستهام فيه نعم أستاذ سعد بالنسبة للمحتوى السلبي الموجود على الموقع التواصل الاجتماعي ما هي الحلول اللي ممكن ندير بالنا منها وكم نقدر نميز اليوم المحتوى السلبي من المحتوى الإيجابي ودعا في فئات عمرية معينة يعني المحتوى السلبي صار هو الترند المنتشر بشكل أكبر لسبب الناس تبحث عن الترفيه هل الترفيه بحد ذاته مش مشكلة يعني الترفيه شيء إيجابي وجميل أنا أرسم الضحكة على وجه إنسان هذا شيء رائع جميل والترفيه رائع ولكن الترفيه المبتذل لما نكون نعم نقدم شيء فقط لضياع الوقت هنا منحكي عن محتوى سلبي يؤثر على صانع المحتوى وعلى الناس اللي بتابعوهم مسؤوليتنا كأهل نراقب أبنائنا ونكون عندنا مراقبة شديدة إيش الأشياء اللي بيحضروها وبيتابعوها ونعطيهم نفتح الحوار بيننا وبينهم مش بس لا تحضر هذا ولا بدي أوضح له ليش بدي أوضح له كيف هو إذا تابع المحتوى السلبي بيساهم بأنه ينتشر أكثر إذا أنت عملت لايك لشخص بقدم محتوى ما بيناسبك أو ما بتحبه أنت خليته مشهور أكثر حيجي فلوس أكثر بسبب المتابعين والتفاعل حتى هم بيكرهوه أو ما بيحبوا محتوى مسؤوليتنا أيضا كمجتمعات أنه إحنا ندعم المحتوى الإيجابي الناس اللي بقدموا محتوى إيجابي الدعم بيكون دائما قليل الانتباه قليل لأن طبيعة المنصات دائما هيك فأيضا مسؤوليتنا كصناع محتوى إيجابي أنه ما نسمح لانتشار المحتوى السلبي يحبطنا ويخلينا نصير نفكر أوكي إذا أنا رحت بهذا الترند معناته رح أنجح لا الشهرة لا تعني نجاح بحد ذاته الأرقام لا تعني نجاح النجاح الحقيقي المربوط بقيمة وهدف هذا هو النجاح نشكرك ساد سائد يونس اشترفت بهذه الحلقة والبعلومات الجميلة عن المحتوى السلبي والإيجابي شكرا لك هلا وسهلا العفو أنا سعد بوجودي معكم واتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وأنتم مشاهدين الكرام أينما كنا معكم بهذه الحلقة وأيضا تحدثنا عن مواقع التواصل الاجتماعي واليوم بانتشارها الواسع في كل دول العالم اليوم تحدثنا عن المحتوى السلبي وأيضا المحتوى الإيجابي وكيف نوظف هذا المحتوى أيضا لمصالحنا وأيضا لنستفيد منها بشكل دائم ومستمر أهلا وسهلا فيكم ترجمة نانسي قنقر